موسيقى صدق الفريق اول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي على الاعلان عن قبول دفعة جديدة من الطلبة الذكور والاناث خريجي الجامعات الحكومية والخاصة الخاصلين على البغيريوس والليسنس والدراسات العليا للعمل كضباط المتخصصين بالقوات المسلحة دفعة اكتوبر الفين وثلاثة وعشرين جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفي الذي عقده الفريق اشرف سالم زاهر مدير الاكاديمية العسكرية المصرية ومدير مكتب تنسيق القبول بالاكاديمية والكليات العسكرية للاعلان عن شروط القبول للدفعات الجديدة وسيتم تسجيل البيانات الابتدائية على الصفحة الرسمية لموقع مكتب تنسيق القبول بالاكاديمية والكليات العسكرية على الانترنت تنسيق.مود.gov.eg وذلك اعتبارا من يوم الاربعاء الموافق الخامس عشر من نوفمبر الفين وثلاثة وعشرين وحتى يتم تحديد موعد الحضور لصحب الملفات الكترونيا كما سيتم فتح باب صحب الملفات من مكتب التنسيق بالكلية الحربية بمصر الجديدة اعتبارا من يوم السبت الموافق الثامن عشر من نوفمبر الفين وثلاثة وعشرين وحتى يوم الخميس الموافق الثلاثين من نوفمبر الفين وثلاثة وعشرين